وقعت اتفاقية للعمل المشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجامعة الخليج العربي في مجال إعداد الدراسات البحثية حول تأثير تغير المناخ على الموارد المائية في مملكة البحرين وبناء القدرات الوطنية والمساهمة في بناء المنصة الوطنية ووقع الاتفاقية مع الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط نيابة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز وعن جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي رئيس الجامعة وأشهد معالي وزير النفط بالدور الرائد لجامعة الخليج العربي في دعم مسيرة العمل البحثي والعلمي في مملكة البحرين من خلال امتلاكها نخبة من الكوادر الأكاديمية وخبرات بحثية تتميز بالإبداع والقدرة على الابتكار وأكد معالي أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تول اهتماما بتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية في المواضيع المتخصصة في القطاع النفطي بما يخدم الأهداف والاستراتيجيات التي تعزز من دور الهيئة في رسم السياسات الاستثمارية النفطية الرامية إلى النمو الاقتصاد الوطني ونوها معالي الوزير إلى أن قضية تغير المناخ باتت من القضايا الحيوية المرتبطة بالصناعة النفطية وذلك لما لها من تأثير سلبي على مرونة القطاعات المختلفة ومن بينها قطاع المياه مشيرا معاليه إلى أهمية العمل المشترك للمحافظة على المصادر المختلفة عبر تنفيذ عدد من المشاريع الصديقة للبيئة ومن ضمنها مشروع الهيئة مع صندوق المناخ الأخضر والذي يتكون من سبع مبادرات رئيسية لتعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في مملكة البحرين تشمل إنشاء منصة للمناخ والمياه تخدم جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية في المملكة إضافة إلى تنفيذ حزمة من المبادرات المحافظة على المياه في مملكة البحرين